كل ساعة يقضيها الطفل أمام الأجهزة الإلكترونية كالتلفاز والأجهزة اللوحية لها نعكاسات سلبية على حياته صحياً واجتماعياً ودراسياً دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مونتريال الكندية كشفت أن كل ساعة يقضيها الطفل بعمر السنتين في مشاهدة التلفاز تجعله أكثر ميلاً لتناول الأطعمة غير الصحية كالمشروبات الغازية والوجبات السريعة وبنسبة 13% عند بلوغه سن الثالثة عشر وأن كل ساعة يقضيها الطفل في مشاهدة التلفاز ترفع كتلة جسمه في سن المراهقة عن المعدل الطبيعي بنسبة 16% وتتسبب بتراجعه في الدراسة بنسبة 9% في سن المراهقة أضرار التلفاز لا تقل عن تلك التي تسببها الأجهزة اللوحية دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد البريطانية كشفت بأن الأجهزة الذكية تؤثر في طبيعة تواصل الأطفال مع الواقع الحقيقي وبنسبة 53% وأنها باتت تحل محل الأباء في عمليات النصح والإرشاد وبالتالي حالة من العزلة مع المحيط الاجتماعي الدراسة كشفت أن استخدام الأطفال اليومي للحواسيب اللوحية يؤدي إلى تقليل ساعات نومهم وأيضا صعوبات في النطق نهيك عن كونهم أكثر تعرضا للإصابة بأمراض الرقبة والظهر إضافة إلى ما قد يسببه الوميد الضوئي الصادر عن الشاشات من نوبات صرع دراسات عدة نصحت بأن لا تتجاوز مدة مشاهدة الأطفال للتلفاز والأجهزة اللوحية عن ساعة إلى ساعتين يوميا